هذا السؤال سيد معز لماذا لم يجرؤ الرئيس المكلف عفوا رئيس الحكومة المشيشي على تسمية الأشياء بمسمياتها وهو يعرف كما قال السيد عمر بأنه كان وزير داخلية سابق ما الذي منعه وهل من باب أولى كان الرئيس رئيس الجمهورية يتوقع من رئيس الوزراء المكلف أو الجديد أن يختصم مع النهضة وقلب تونس وهم القادران على أسقاطه كما فعلوها من قبل مع الفخفاخ وفي الحقيقة رئيس الجمهورية بالأمس قالها بالوضوح منها سراحة قال لي واجب التحفظ ولا يمكن لي الآن أن أتكلم لكن ربما تكون عند القضاء أو خاصة القضاء العسكري لأنه السيد الرئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي الحالة هذه طبيعي جدا تأمر على أمن الدولة يسوي هذه القضية ستكون عند الأمن العسكري أعتقد أن رئيس الجمهورية استعمل واجب التحفظ فقط كان من المفروض أن رئيس الجمهورية يخرج في القناة الوطنية ويعلم الشعب بما الحقيقة كامل وهل هذا الأمر سهل سيد معز هذا الأمر ليس سهل في ليلة التشكيل هل يستطيع الرئيس أن يهدم المعبد على من فيه ومن ثم يدخل البلاد فيتيه دستوري لا 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 أعتقد لا أعتقد سيد الرئيس الجمهورية فضل أنه يوم أمس أن يكون عرس ديمقراطي فقط لكن الاتهامات التي تهم بعض النواب رئيس الجمهورية بالاتهامات خطيرة وشنيعة رئيس الجمهورية في رد فعل طبيعي جدا ما حاجة عادية لكن رئيس الجمهورية أنا متأكد أنه استعمل واجب التحفظ فقط الأيام القليل القادمة ستكون ربما تكون مفاجئة من تراز كبير جدا أعتقد رئيس الجمهورية عنده الأمن القومي والجيش الوطني والاستعلمات والمخابرات العسكرية والمخابرات وزارة الداخلية ويقول مثل هذا الكلام وليس له دليل يعني من المفروض أنه رئيس الجمهورية يتكلم مثل هذا الكلام أكيد وموت مشروع بالأدلة والمواطن مفروض أن يكون له ما يثبت هذا جميل ما يثبت هذا نا سي